ترجمة نانسي قنقر المحتسب في السوق يأمر بالجمعة والجماعة وأداء الأمانة والصدق وينهى عن الأيمان الكاذبة وينهى عن الخيانة ويراقب الموازين والمكاييل وإذا وجد غش في معاملة أو صناعات فإنه ينهى عن ذلك ويتفقد أحوال الصناع كما قال ابن قيم في الطرق الحكمية وظيفة المحتسب عظيمة جداً والنبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابيع بللاً فقال منكراً عليه ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني وفي هذا جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي وكذلك المحتسب في السوق ينهى عن العقود الفاسدة عقود الغرر البيع الذي فيه جهالة الذي فيه ربا وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة كما في الاستيعاب لابن عبد البر وكان السائب بن يزيد رضي الله عنه عاملاً لعمر الخطاب على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود أهل من كبار العلماء والعباد إذن مشرف العام للسوق والرئيس العام للسوق من هو عالم فقيه وعابد هؤلاء كانوا رؤساء الأسواق المشرف العام على السوق وكانوا يأتون الأسواق فيعظون الباعة علي رضي الله عنه يسلم إذا دخل السوق ويقول يا معشر التجار إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة قال ميمون بن مهران كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في الأسواق حرم البيع حرم البيع يطوهم سوق يفصار حرام خلاص لأنه نوذي للصلاة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال أبن الحاج في كتاب المدخل عن شيخ أبي محمد أنه أدرك بالمغرب المحتسب يعني من زمان في المغرب من زمان المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحب الدكان عن الأحكام التي تلزموا في سلعة ومن أين يدخل عليه الربى فيها وكيف يتحرز عنها فإذا أجاب أبقاه في الدكان وإن جاهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان ويقول لا نمكنك أن تقعد بسوق المسلمين تطعم الناس الربى أو ما لا يجوز كتاب المدخل وذكر يحيى بن عمر في كتاب أحكام السوق أن الوالي عليه أن يتعاهد السوق وأن يعير على أهله صنجاتهم وموازينهم ومكايلهم كلها حتى ما يكون في تطفيب في المكيال ولا نقص وهكذا الإنسان فعلا يعني يتأسف على أيام مضت هكذا كان حال المسلمين وأيام صارت هكذا صار فيها حال المسلمين شوف الهزيمة الكبيرة التي منيت بها الأمة والإذلال الذي تتعرض له اليوم هو من وراء مثل هذه الأشياء هو تخلف فعلا تخلف وأما قضية نصح المتبرجات والأمر بالمعروف والنهي على المنكر في هذا فمن أهم أظائف المحتسب وعامة الناس هو المحتسب متفرغ لكن عامة المسلمين عليهم واجب في هذا أنت تحتسب خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة المحتسب متفرغ لهذا لكن الجميع عليهم هذا الواجب حتى قضية الإعلانات والدعايات وما فيها من المنكرات والنصائح إلى آخره وعندما تمرتجت تقول مثلا هدية لكل مشتري طيب إيش الهدية وإين ووين موجودة هي معلومة ولا غير معلومة إذا كانت معلومة طيب واضح صارت حطيطة من الثمن وضيعة إذا ما كانت معلومة هذا غرر جهالة ممكن تكون داخل العلبة ولا ندري كم ريال خمسة عشر فيكون حراما ممكن تكون ميسر ممكن يقول ما تدخل السحب إلا أنه اشتريه ويكون شرائه لأجل الدخول فهذا ميسر محرم والجوائز المجهولة كذلك وبعض الهدايا أصلا هي نفسها في ذاتها محرمة وهناك مسابقات ترغيبية وترويجية تعمل في المجمعات سيارة في مدخل السوق هل في هذا تغرير بالناس؟ أحيانا تكون توزيع بطاقات عشوائية بأرقام على ناس ليس الشراء شرطا في دخولهم فيقال هذه هدية ستأتي لشخص بالسحب بدون شرط الشراء تكون جائزة وأحيانا تكون محرمة إذا كانت شرطا في دخول المسابقة قضية التخفيضات متى تكون تغريرا بالناس وخداعا لهم ومتى تكون صحيحة ومن الحوافز لأجل التسويق أيها الإخوة والأخوات إن قضية المجمعات اليوم من الأمور مهمة جدا ينبغي الانتباه لها بدقة لأنها صارت جزء من حياة الناس صارت شيئا مشهورا ظاهرة ليست قضية نادرة أو خفية ظاهرة كبيرة جدا فمما ينصح به أصحاب المجمعات والذين يديرون المجمعات لأن صاحب المجمع يمكن يكون أصلا ما هو منتبه أصلا ولا يمكن هو في عالم آخر فمدير المجمع والمشرفون على المجمع التجاري هذا الضخم مسؤولون عن أشياء كثيرة فيه حتى في تخطيط المجمعات المكاتب الهندسية لما تخطط المجمعات فيه واجبات ومستحبات وشروط لا بد منها مجمع في وسط شاشة عرض موسيقى صاخبة غير مجمع في وسطه مسجد مكان المسجد يعني شيئا كثيرا مكاتب للمحتسبين الآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر وتقديم الدعم اللازم لهم وإعانتهم على ذلك جعل أماكن في السوق للدعوة كتب أجرطة بلوتوث دعوي أجهزة تنزل فيها أشياء وتعمم في أرجاء المجمع يمكن أن تجعل هناك زوايا في المجمع تنشر مقاطع البلوتوث في كل المجمع لكن مقاطع ماذا يوجد فيها من الخير والدين والموعظة والعلم النافع منع الاختلاط قدر المستطاع أماكن المحلات النسائية ممكن يجعل جناح أتمنى أتمنى أن الفكرة تطبق يجعل أجنحة خاصة للنساء مكان غرب المجمع هذا غرب المجمع ما يدخلوا إلا النساء خلاص وفي محلات تبيع أدوات النساء ومستفزمات النساء وأشياء النساء خلاص كله نساء مع وجود آميرات بالمعروف وناهيات على المنكر موظفات ومسؤولات لأن بعض النساء عندهن تبرج أمام النساء وملابس لا يجوز بسوء أمام النساء فيراقب ذلك كله الانتباء إلى قضية وضع المطاعم والمقاهي داخل المجمعات لأن أصلا هي توضع بطريقة أحيانا تؤدي إلى وقوع الحرام ويوجد زوايا خفية في بعض المطاعم متغاضي عن أشياء مصائب